موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين الأسبوع السابق أنا شرحت عن أساسية برنامج الآي موفي للماك والآيفون والآيباد إن شاء الله الأسبوع هذا راح أشرح عن بعض التلميحات فيما يخص الصوت والتعديل عليه في برنامج الآي موفي لو حبيت أنك تتحكم في مستوى الصوت في أي فيديو مجرد أنك تروح هنا وتقول له وراح يظهر لك هنا في سي الخط ممكن أنك تضغط عليه وتحركه فوق وتحت للتحكم في مستوى الصوت طريقة الثانية والأسهل لأنك تروح هنا وتختار الكليب بالانتحاب وتعديل الصوت عليه وبعدين تروح لعلامة الميكروفون ممكن تختار أوتو عشان يعدل لك الصوت بشكل أوتوماتيكي ممكن أنك تكتم الصوت بالضغط هنا أو ممكن أنك ترفع الصوت وتنزله بتحريك المواش لو حبيت تحذف الصوت بشكل كامل من أي فيديو مجرد أنك هنا تضغط عليه وبعدين Right Click وتختار Detach Audio راح تظهر لك موجود الصوت هنا تضغط على علامة الحذف وبكذا راح ينحذف الصوت من الفيديو بشكل كامل في أي إزعاج أو أصوات خلفية في الفيديو اللي أنت حاب تعدل عليه بإمكانك أنك تضغط على الفيديو هنا وتروح تضغط على الآيكون هذا وتختار Reduce Background Noise بكذا راح يخفر الإزعاج أو ممكن أنك تعدل برضو باختيار أنماض مختلفة من هنا بإمكانك أضافة مقاطع صوتية للفيديو بإمكانك تروح هنا وتختار لـ iTunes وهنا راح تظهر لك مكتبة الموسيقى اللي موجودة عندك أو ممكن أنك تختار Sound Effect موجودة في نفس البرنامج وتتحبه بالشكل هذا أو بإمكانك إضافة مقاطع صوتية يعدل تاب برنامج القراج بإمكانك أيضا إضافة مقطع صوتي بطريقة سهلة بإمكانك هنا تروح للفايندر ووضيف أي مقطع صوتي بالشكل هذا وأيضا بإمكانك أنك تعدل على البداية والنهاية أو ممكن أنك تعدل المكان اللي هو يبدأ منه أو يوقف فيه الصوت التلميحة الأخيرة اليوم إنه لو كان في عندك مقاطع صوتية ممكن أنك تعدل عليها ببرنامج ومجرد أنك تضيف المقاطع الصوتية اللي أنت حاب تعدل عليها بالشكل هذا بإمكانك أنك تقلل مدتها إلى المدة اللي أنت تبغاها بإمكانك أيضا أنك تروح مثلا لأي مقطع في النص وتضغط Right Click عليه بالشكل هذا وبعدين تختار Split Click وكذا انفصل عندك المقطعين الصوتيين بالشكل هذا فممكن أنك أنت يتعدل على المقاطع الصوتية بالشكل اللي أنت ترغبه طبعا بعد أي تعديل من الأشياء اللي أنا شرحتها اليوم مجرد أنك تروح على Share وتقول لفايل زي ما شرحنا في الفيديو السابق وتضغط على Next وتحفظ الفيديو أو التعديلات اللي أنت عملتها وكذا راح ينحفظ عندك على الكمبيوتر في النهاية لو كان في عندكم أي سؤال أو استفسار يلي تسألوني على أحسابي في تويتر اللي ظاهر معكم على الشاشة الآن لا تنسون تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد ولا تنسون تتابعوني برضو على أحسابي في إنستغرام عشان تتوصلكم المقاطع أول بأول ولا تنسون تتابعوني الفيديو السابق اللي شرحت فيه أساسيات آي موفي ورحب لكم الرابط تبعه تحت مع روابط صفحاتي في مواقع التواصل الاجتماعي أعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو جديد اشتركوا في القناة